اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كرة القدم في مصر الوقت مجرد استمتاع ولا مجرد مشاغبات وخناءات والفاظ مشاغبات وخناءات والفاظ انت شايف اتحد الكرة اللي بيدير اللعبة الوقت بيديرها ازاي موأمة مش فير انا بقى خلينا اقول موأمة يعني موأمة موأمة ما انت بش عاوز تقول انا اقول انا شايف ان موأمة طي خلاص خليها كده انت شايف المسابقات بتاعة الكرة القدم بتضار ازاي في مصر ممكن احنا بدأنا في بداية الكلامة ونوقف معاك انا وقولك ان اكتر من خمسة وتمانين مضاراة احنا محتاجين تطوير افضل احنا محتاجين تطوير افضل احنا محتاجين ننقل الوصل لدول متقدمة احنا ننقله عندنا هنا في مصر يعني خلت بساتك يعني لازم التجارب وطريقة وضع الجداول في مصر تبقى زي الدول المتقدمة لو احنا عايزين كرة القدم تتقدم هنتشاف ان جدول المسابقات يضر الاندية كلها في مصر؟ مش كل الاندية بعض الاندية بعض الاندية طيب انت ذكرت في التحكيم وقلت وحصل اه ممكن الحاكم يظلمني ماتش انما ما يظلمنيش على طول انت شايف ادارة التحكيم في الكرة المصرية شايفها ازاي؟ لا مصر احنا اه منظومة التحكيم في مصر محتاجة لتطوير كبير اوي اوي لو احنا عايزين كرة القدم المصرية تتطور لازم منظومة التحكيم المصرية تتطور والدليل تراجع ترتيب حكامنا على المستوى الافريقي وعلى المستوى الدولي ولما جبنا الراجل انجليزي لما جيه واشتغل وبعدين مشوهم اللي مشوهم وجاب واحد تاني ما نعرفش حاجة ما نعرفش حاجة طيب انت الفار شايفه ظلم ولا مظلوم؟ هو الفار اداء للمعاونة بس احنا يعني لحد ما بقى اصبح ساعات يعاون وساعات يعيق يعني انا استغلنا بطريقتنا بطريقتنا احنا اللي هي المؤمة دي المؤمة 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 انا مش بقول كده من فراغ بساعات يطلعوا يقولوا اصل خط ده انا بشوف الناس اللي هم خبراء التحكيم بيطلعوا يقولوا الكلام ده يقولوا مفروض الخط محطوط كده كان مفروض الخط يتحط كده ده فيه خط بتحط محطوط مش عارف ايه بالظبط كده يعني بجيب انا مبقولش كلام اضافي انا بقول الكلام اللي بقولوه خبراء التحكيم هم يعني منه وفيهم بس يعني بجيب خط التمانتاشر نفسه اه ماشي لاين واحد لما يجيب خط عامل كده بالظبط ميل عليه ويقولك هو كده عشان يجيب من النقطة اللي هو عايزه هو اللي ينفزه اه طيب انت احلامك كيف كورة القدم المصرية والله انا نفسي كورة القدم المصر تتقدم جدا مصر مصر تقدر تطلع العيبة موهوبين اكتر من كده بكتير جدا انا نفسي يبقى فيه غزارة في اللاعبين المحترفين برا مصر نفسي نفسي المتخب القومي يبقى كله ناس محترفة في مصر نفسي نشوف ناس زي محمد صلاح وقريبة من محمد صلاح اكتر من واحد كتير مصر مليانة مواهب فعلا وولا هذا بسنة نفسي 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 نا مصر مش اقلم الدول الافريقية اللي فائقما يجيري عندها اكتر من ثلتمات لعب محترف انت قلتلي انت قلتلي من شوية كده ان انت لما بيكون وقتك الفاضي بتتفرج على ماتشاة كرة القدم وبتحاول تستمتع بيها هل زي ما بتتبع كرة القدم المصرية عندك متابعة للكرة العالمية؟ الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أربا طبعا أنا بحب محمد صلاح جدا زي كل المصريين إن شراء اللي انت بتفرج عليها وتتمنى نبقى سموحة أو كرة مصرية توصل لهذا المستوى صعب قوي ماتشستر سيتي طبعا وطبعا نيو كاسل جاي في الطريق وطبعا وبحب طبعا ليفربول بس السنة اللي فاتت ليفربول كان بعيد خالص كان بعيد خالص مدخلش بطولة مش عايزة كلاهم طبعا دورة أوروبية طيب مسابقة الرابطة انت شايفها بقت قدت فرصة للمحليين إنها تنافس غير الدوري وغير الكاس قدت فرصة قدت فرصة لكن أنا أتمنى أن الجايزة بتاعتها تكون أعلى من كده أكبر من كده وأتمنى أنها تكون أعمق من كده لكن لكن هي قدت فرصة طبعا للفرق التانية غير الآلي والزمالك إنها تكسب وتوصل يعني طبعا فكرة الرابطة هل قدرت الدوري العام بصورة كويسة مفروض تاخد صلاحيات أكتر من كده أكتر من كده أتمنى أن تكون لها إيد في التحكيم شوف رابطة أتمنى أن يجيبه كل حواعد رابطة الأندية المحترفة في إنجلترا وتبقى لايحة الأندية المصرية زي اللايحة الإنجليزية بالضبط أنت رجل تجاري رجل صناعي إمتى نشوف أن الدوري المصري حقق ربح كبير لو التحكيم بقى مظبوط جدا لو في أندية كتيرة دخلت لو المنافسة التسعت المنافسة التسعت لو إحنا قدرنا نسوق الدوري المصري في قنوات كثيرة يعني زي ما قلت لك الدوري النهاردة الدوري السعودي بيشوفه مليار و300 مليون مش أنا اللي بقول كده الأحصائيات الأحصائيات رحتلو أنت كلما بتحسن المنتج بتاعك كلما أنت لو مصري بقى عندها يعني مستوى الدوري المصري بقى أعلى من كده الدوري المصري مفروض أن إحنا نسوق أحسن من كده بص الرعاية مشكلة كبيرة قوي في مصر الفلوس اللي بتاخدها الأندية ضعيفة جدا طب أنت شايف أنه لوقتي كرت القدم أصبحت صناعة طبعا والصناعة دي لها عوائد مالية كبيرة قوي طبعا هل فكر المسؤولين عن الأندية المصرية توصل الفكر بتاعهم أن فيه داخل الأندية من خلال كرت القدم؟ مش كل الناس مش كل الناس زي ما قلت لحضرتك احنا محتاجين رعاء أكتر محتاجين تسويق أكتر أكتر محتاجين تفتح تحسن المنتج بتاعك؟ طبعا هي علاقة مش متوازية الاتنين يمشوا مع بعض مش هتقدر تحسن المنتج بتكون ما يكون عندك موارد كتير غير كده توسيع قاعدة الكورة توسيع قاعدة الكورة ده شيء مطلوب جدا عدالة التحكيم لأن عدالة التحكيم هتدي أندية أنها تتوصل لمراحل أعلى لمراحل أعلى لازم كمان يبقى التسويق أو الرعاية زي مثلا الرعاية بره بيبقوا ربطين الفلوس بالنتائج لازم الرعاية يربطوا بالنتائج توسيع دائرة الرعاية احنا لما بنقول نحسن المنتج الناس فهمها مجرد كلمة بتتقال لا انت لازم تحسن من ملعبك مضبوط لازم تحسن من الإخراج بتاع المباريات لازم تحسن من حكامك لازم تحجي من الناس اللي جيبها على البرد وكون درسة كويس وفاهمة كويس قوي الناس اللي بتدير كورة القدم المصرية لازم عندها وعي وفكر جديد قارج الصندوق بش في الصندوق نفسه الارتقاء بالمدربين الارتقاء بالإداريين طيب انت شايف أن معظم الأندية المصرية هتتجي إلى شركات هل ده هيأثر على مجال كورة القدم المصرية؟ هو المفروض أن الشركات طرعة أندية زي في كل حتة في العالم وتبقى كل مدينة أو كل محافظة بتشجع الأندية بتاعتها اللي موجودة في هذه المحافظة كويس لكن اللي حاصل أن الأندية بتقول بدل ما أنا يعني أرعى نادي لا أنا أعمل فرقة القرب نفسي نعم بقى كله خلاص دلوقتي عنده بقى كده فبالتالي الأندية الشعبية كلها هتنتهي في يوم ما مش هيفضل إلى الآلي والزمالك طيب أنت شايف في الشركات دي لو جات فرصة لنادي سموحها هتعمل شركة؟ هنعملنا أول ناس عملنا شركة كورة بس هي اللي أقول اللي أعملها الأول لا بل إحنا أول ناس بس نترفضت طيب ماشي عملش سوق المال رفضنا اه اترفضت ما تعملتش مين رفضها؟ سوق المال طيب مهوح هل تخصت الأندية؟ لا تعمل الأندية جديدة بس الأندية القائمة دي ما تتخص خص خالص لا مفعش هل الأندية؟ جريمة 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 قومية وجريمة في عق الرياضة يا سلام